رغم وعورة مناطقها وصعوبة الجبال التي تحيط العزلة وتقع عليها منازل السكان لكن الإخضرار وتعدد الزراعات والمحاصيل المتنوعة في المنطقة جعلها من أهم العزل الساحرة في المديرية من خلال المدرجات الزراعية التي تقع في جوانب ووسط القرى العزلة الزراعية منطقة جميلة جدان تبعد عن المركز 10 كيلو وعن تعز 8 كيلو هذه المنطقة كثير من الزور يتمتعون بها وفيها أيضا عيون وأنهار منطقة جميلة هذه العيون فيها براك يتم أيضا هذه البراك تحول إلى نسق منها الأشجار والخضرات فيها طبعا عيون كثيرة وفيها أيضا أشجار مثل العنباء والموز والعاط وغيرها فكثير من الزور يتمتعون بهذه المنطقة لجمالها وروعتها وارتفاعها فالجمال الذي يسحر الزائرين لعزلة راس والتي تبعد 70 كيلو مترا عن مركز محافظة تعز ولسيما منطقة الكناية التي تعد من أهم قرى العزلة اخضرارا واهتماما بالزراعة تظل عورة الطرق التي تصل العزلة بالمناطق الأخرى وغياب دعم المزارعين من أهم العقبات التي تعترض الجانب السياحي في المنطقة الصعوبات عورة الطرق يعني لا زال النقيل لم يصلح إلى الآن هذه أغلب الصعوبات التي يعني تواجه من يأتي إلى هنا والصعوبات التي تكف مشاكل أو صد للمنطقة يعني عدم وجود تعاون ولا وجود وعدم وجود يعني نظر للدولة لهذه المنطقة يعني تعتبر المنطقة منسية ما فيش تشجيل المزارعين حتى يعني زارع أو يعني تشجيع مثلا كبذور أو حتى قصب هذه نصف نصف هنش أو غيرها أو حتى هنش لأنه مثلا عندما يجلس واحد صعوبة الماء تخرج الماء وبعدين المزارعين يحتاج إلى مثلا تشجيع زي بذور وغيرها حتى المزارعين يستطع أن ينتج بعض المخصولات على الرغم من الجفاف الذي يصيب المنطقة الجبلية هذه الأيام لكن العزلة لا تزال تتمتع بمناظر جذابة من خلال المحاصيل المتنوعة التي تزين المدرجات الزراعية في العزلة بعد سنوات من الجد والمثابرة للمزارعين الذين جعلوا تلك السلاسل الجبلية واحة خضراء جذابة من خلال الاستفادة من العيون والأنهار في المنطقة ترجمة نانسي قنقر